إلينا سيد إيهاب عباس ضيف شاشتنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي سيد إيهاب أولا من أي زوايا تقرأ هذا الاتفاق وكيف توصلت إليه واشنطن عبر جمع الطرفين أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين في الواقع هذا اتفاق تاريخي يؤسس لعلاقات جديدة على كافة المستويات فيما يتعلق أولا بفكرة حل حالة الصراع العربي الإسرائيلي وإمكانية الوصول في المستقبل نتمنى القريب جدا إلى حل لهذه المعضلة حتى تنطلق المنطقة بكلها في الواقع بكل دولها والإقليم بكامله إلى العالمية أقصد هنا أن يكون إقليما فاعلا على المستويين الاقتصادي والسياسي وتنتهي النزاعات العسكرية المسلحة وبؤر الإرهاب في المنطقة التي نعرف جيدا من يرعاها أعتقد أن وضع أسس لعلاقات قوية وسليمة في هذا الملف وأيضا إمكانية فتح المجال أمام كل الدول كي تتعاون في منطقة الشرق الأوسط بما يؤدي إلى يعني عودة الحقوق إلى أصحابها والوقوف على الثوابت بشكل كبير ومؤكد لا زعزعة فيه بالإضافة إلى إمكانية وجود فرص ديبلوماسية بين الدول العربية والجانب الإسرائيلي بعد تحقيق كافة المطالب العربية المشروعة أعتقد لن يمانع أحد في أن يكون هناك علاقات قوية تجمع الجميع في بوطقة واحدة أهم ما يميزها هو أن تكون المصلحة العليا لشعوب المنطقة متساوية ومتكافئة وليست قائمة على حساب أي من هذه الشعوب بمن فيهم الشعب الفلسطيني وتبقى للثوابت العربية والفلسطينية المعروفة لنا جميعا بالإضافة إلى دور أمريكي فيما يبدو أنه يعني ربما ربما تتغير بوصلته خلال الفترة القادمة لعدة أسباب على رأسها رغبة فيما يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون لعبا أساسيا و يعني محولا كبيرا وتاريخيا لهذه القضية بالرغم من الدور السلبية الذي لعبه قبل ذلك قبل شهور وقبل سنوات قليلة عندما قام باتخاذ خطوات تنم عن أن هناك تحييز كامل وتام من الجانب الأمريكي نقل السفر وغيرها صالح الفلسطينيين طيب يا سادي هاب أولا أريد توصيفا للأمر من الذي دفع بهذا الاتفاق قدما للمضي قدما من الذي سعى إليه في رأيك أي طرف من الأطراف الثلاثة يعني أنا أعتقد أن من وجهة نظري الشخصية أن وهذا ما يميز الدور الإماراتي في الواقع يعني دولة الإمارات العربية لا تقوم بعمل بروماجاندا إعلامية لأدوار عديدة تلعبها على المستويات الإيجابية فيما تعلق بملفات نعلامها جميعا ومن بينها ملف القضية الفلسطينية وبالتالي هي تسعى لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني من جهة وتحقيق مصالح المنطقة العربية والشرق الأوسط من جهة أخرى وبأسلوب ديبلوماسي منمق ومحترم وقائم على تحقيق الثوابت الشرعية للشعب الفلسطيني والمنطقة العربية بالإضافة أيضا لمرعاة مصالح المنطقة بأجمعها بمن فيهم الشعب الإسرائيلي إذا ما توافق مع بقية الشعوب العربية وأراد أن يعيش في سلام وربما تكون هذه هي النقطة التي انطلق منها الجميع على الجانب الآخر الموقف الأمريكي الذي بدأ وأنه يتغير خلال الأسابيع الماضية بدءا من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل أيام بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي السبب في الوقوف أمام رغبات الضم الإسرائيلية لعدد من الأراضي الفلسطينية وأيضا الأراضي الأردنية المحسوبة على الأردن طبعا في هذا الإطار وبالتالي أعتقد أن هناك ضغط أمريكي إماراتي في هذا الطريق هل هذا الضغط يأتي بسبب قرب موعد الانتخابات الأمريكية وعدم رغبة الرئيس دونالد ترامب في معادات الأصوات العربية داخل المجتمع الأمريكي ربما يكون هذا جانبا من الجوانب لكن أعتقد أن الجانب الأكبر في ذلك هو التقاء رغبات فيما يبدو إماراتية أمريكية بفرص متاحة على أرض الواقع للتقدم بهذا الملف ملف القضية الفلسطينية الإسرائيلية إلى ربما أبعاد جديدة لم نكن نتوقعها ظهرت فجأة يعني عندما توافق إسرائيل على أن يكون مثل هذا الاتفاق وأنها تمتنع عن ضم الأراضي أو تمتنع عن ضم أراضي فلسطينية جديدة إلى قائمة المستوطنات أعتقد هذه خطوة إيجابية تؤشر إلى أن هناك مازال عقلاء في الجانب الإسرائيلي ربما من الممكن أن يكون هناك تفاهم معهم بشكل يحقق المصالح العربية والإسرائيلية نحن لا نقول يجب تحقيق المصالح العربية فقط يجب تحقيق مصالح كافة الشعوب على شكل متوازن يقوم على الشرعية الدولية وأيضا على تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية للمنطقة التي نحيى فيها ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون أفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر